ميرسلاف الذي جاء من إيفانا فرانكيفسك كفيف منذ الطفولة وهو يشارك اليوم في سباق الدراجات بصحبة فيتالي من سكان خاركف وهما يستعدان لقطع مسافة 200 كم لدى ميرسلاف خبرة خمس سنوات في هذا النوع من السباقات بعكس شريكه في المنزل لدي دراجة خاصة وقد أصبحت شغوفا بهذه الرياضة وأحاول دائما المشاركة حيثما أمكن ذلك رفيقي يشارك للمرة الأولى لذلك شاركته خبرتي في هذا المجال أنا معتاد على القيادة بمفردي أما في الدراجة الترادفية فالقيادة أصعب بكثير ناهيك عن التروس فهي مختلفة تماما كل شيء مختلف وتحتاج أيضا إلى الاعتماد على شريكك أنا أمثل عيني التي يرى بهما وبالنسبة لسبيتلانا من أودسا وإينا من خاركف فهذه هي ثالث رحلة مشتركة بالدراجة الفتاتان قطعتا سابقا سبعمائة كيلومتر معا واختبرتا قوتهما على طرق الأقاليم الجنوبية والشرقية أما في إقليم فولين فهذه المرة الأولى إنها فرصة لي للتواصل مع الآخرين تمنحني الشعور بالثقة أنا وإينا تمكننا من قهر جبل هوفرلا بفض هذه الشراكة لا أجد فرقا بين مشاركة الفتيان أو الفتيات بقيادة الدراجة المهم هو حصول التوافق النفسي والجسدي بيننا إنها مسؤولية كبيرة ومرهقة بعض الشيء لكن من الرأي أن أتمكن من مساعدة فتيات رائعات من أمثال سويتلانا هذا العام تمكن أكثر من عشرين رياضيا يعانون من مشكلات في البصر من المشاركة في الدورة الثامنة لركوب الدراجات الهوائية وقد جرى تحديد مسار السباق عبر عدة مدن وقرى في إقليم فولين لا يهم إن كان الشخص يعاني من إعاقة بصرية أم لا أو إن كان يبصر أم لا يمكننا جميعا التفاعل على قدم المساوى يمكننا الركوب معا هذا هو الهدف من هذه الفعالية بالنسبة لنا يتعلق الأمر بالسفر والمغامرات والتواصل وفرصة استكشاف أوكرانيا معا قطع المسافة يستغرق خمسة أيام يرافق خلالها الدراجين طاقم من الشرطة الوطنية وسيارة إسعاف